موسيقى المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها الإدارة الأمريكية تكرر كلاميا الموقف حول رفح والمساعدات الإنسانية من دون تحويلها إلى أفعال ذات جدوى وهواجس جادة حول الهدف من المرفأ العائم والسيطرة على معبر رفح ماذا تريد واشنطن فعلا جبهة الإسناد اللبنانية تشتعل بالتصعيد الإسرائيلي والرد المتوازي من حزب الله منعا لفرض قواعد اشتباك جديدة صرخة المستوطنين قرب حدود لبنان تعلو نقاش جاد في إسرائيل حول دقة أسلحة المقاومة وقوتها وانكشاف مواقع الاحتلال أمامها من يسمع مواقف إدارة بايدن أو كلام الرئيس الأمريكي شخصيا يعتقد أن واشنطن تعارض كل ما تقوم به إسرائيل وتفعله في غزة وأنها غير راضية لا بل إنها منزعجة وكأنها ستبدأ فورا باتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال ومن يرى هذا التعنت الإسرائيلي الرافض لكل ما تطلبه الإدارة الأمريكية علنا وفي المؤتمرات الصحفية يعتقد أن السياسة الإسرائيلية قائمة على استقلالية القرار والموارد والتمويل والدعم والتسليح عن أمريكا هل فعلا لا تستطيع واشنطن استخدام أي وسيلة ضغط عملية على نتنياهو لدفعه إلى وقف الحرب أو عدم اقتحام رفح أو التعامل بإيجابية مع محادثات التفاوض أم الذي يحدث من قبل الاحتلال هو برضا ضمني أمريكي على الرغم من كل الاعتراضات الكلامية لماذا تعمد واشنطن إلى بناء مرفأ عائم هدفه المعلن إيصال المساعدات إلى غزة مع أنها قادرة على فعل ذلك على الأقل عبر معبر رفح أم لهذا المرفأ أهداف مخفية سوف تكشفها الأيام ما صحة المعلومات التي تتحدث عن توجه لتسليم السيطرة على معبر رفح لشركة أمنية أمريكية وما الهدف من ذلك يبقي الاحتلال النار مشتعل في غزة وعليه تمتد هذه النيراء إلى الجبهات المساندة التي تجلت اليوم في أبهى صورها على الحدود الجنوبية للبنان في كل يوم يتأكد للاحتلال صحة ما كان قد أعلنه حزب الله من أن الحرب مع لبنان لن تكون نزهة أبدا وأن الاعتداء على الأراضي اللبنانية أو المدنيين اللبنانيين سيكون له ثمن وسيجري تدفيعه للاحتلال من دون تأجيل ولا خوف ولا ارتداع وقائع جديدة رفضها حزب الله فرضها حزب الله على مستلطنات شمالي فلسطين محتلة لا سيم الدمار الذي لحق بها ومفردات جديدة بدأت تصدر عن قادة الاحتلال لم نكن نسمع بها من قبل قد تكون لطمأنة المستلطنين ومنها أن المستلطنات سيجري إعادة بنائها لتصبح صالحة للسكن وربما يكون الآتي أعظم مشاهدين سنناقش هذه التطورات على جبهتي غزة وجبهة الإسناد في جنوب لبنان مع ضيوفنا هنا في الستوديو رئيس تحريري صحيفة البناء اللبنانية ناصر قنديل ومن يورك الكاتب والضابط السابق في سلاح المارينز السيد سكوت ريتر سأبدأ معك استاذ ناصر من تقييمك لما يجري حتى الآن نحن أمام اتفاق موافق عليه من طرف حماس والوسطاء يعتبرونه جيدا وهذا الاتفاق ما أن وافقت عليه حماس حتى بتنا أمام معطى جديد وهو اقتحام معبر رفح والسيطرة المباشرة عليه هل هناك تفسيرات لهذا المشهد؟ يسعد مساك ومساك صديق الزميل المشارك والمشاهدين أنا أعتقد أننا بمرحلة دقيقة وحساسة وصعب الإجابة عن الأسئلة فيها بشكل حاسب أو بجملة واحدة يعني نعم أم لا نحن ذاهبون إلى اتفاق أم إلى توسيع الحرب أنا رأيي في حدث كبير جرى في المنطقة يجب أن نستعيد في كل مرة نريد أن نقرأ وقائعها وهو الرد الإيراني الرادع على الضربة الإسرائيلية الذي كان أكبر من حجم القنصلية وأكبر من حجم إسرائيل نفسها وانسحبت أمريكا على أساسه من أمام إيران في تأمين مظلة ردع للمنطقة كانت المنازلة أمريكية إيرانية الإسرائيلي كان راغبا برد رادع وهو يعلم أن الرد الرادع على رد رادع يجب أن يعلو عليه يعني أن يأتي بأكبر وأعظم وأوسع منه نطاقا هذا أدرك الأمريكيون أنه إعلان دخول حرب مع إيران فأمسكوا على اليد الإسرائيلية وانتهى الأمر وبالتالي إذن أمريكا أخلت ساحة الردع لإيران ولو مؤقتا وأرفقت ذلك بعد أيام بسحب قطاعها البحرية والتفسير الوحيد لسحب القطاع البحرية كان هو تفادي أن تصاب إحداها وهم تحدثوا عن دقة الصواريخ اليمنية وعن عدم تفسير الفشل في إسقاطها وعن سرعتها وعن الطائرات المسيرة وكل التكنولوجيا والأنفاق التي تحمي والتأقلم مع القصف الجوي إلى آخره طيب كان التقدير الأمريكي هنا أنه يمكن الحفاظ على حالة نصف حرب مساران متوازيان للتفاوض وللحرب لا يصل أحدهما إلى نتيجة إلى أن نرى كيف نتصرف فكان ما أسميه هنا بقانون وحدة الساحات الذي صدر عن الكونغرس الذي جمع فلسطين وأوكرانيا وتايوان يعني يقول نواجه ثلاثة حروب متوازية لا نستطيع النصر في أي منها لكن التراجع يعادل هزيمة فلن نتراجع يجب إبقائها على نار هادئة تمام هلأ في المنطقة الإبقاء على نار هادئة كان يستدعي هؤل 25 مليار يتصرف فيه النتنياهو بالتحمية في رفح يعني لم تكن أمريكا معارضة لمعركة رفح رأي حدث حدث لاحق لهذا وهو ما أعلنه أنصار الله أن المرحلة الرابعة ستدخل حيز التنفيذ وفيها البحر المتوسط سيكون هو ساحة الاشتباك وسوف تستهدف فيه كل السفن الآتية إلى موانئ كيان الاحتلال وفوقها سوف تعامل كل الشركات هذا مهم كل شركات الشحن العالمية التي تتعامل مع كيان الاحتلال كشركات محظورة يعني عمليا 90% من شركات العالم هذا يعني إقفال باب المندب لنكون من الآخر يعني أنا عم بفهم منك الآن أستاذ ناصر بأنك بدأت التحليل من المحيط بغزة لتقول بأنه هو العامل الحاسم في التغيير الذي جرى في الساعات في الأيام الماضية نعم وبناء على هذا واضح لدى الأمريكي الآن بناء على مجموعة اختبارات ألا بنا نحكي عن جبهة لبنان منها جبهة لبنان منها تنشيط العمليات للمقاومة العراقية بصورة تجاوزت مكان قائما في الدقة من يتابع عسكريا يعرف هذا في الدقة وفي الشمولية منها ظهور مقاومة إسلامية في البحرين يعني الأسطول الخامس أصبح قيد الاستهداف منها أن أنصار الله قالوا مع رحيل القطع البحرية نعيد تشكيل بنك أهداف جديد لمواجهة الأمريكيين وإذ تتوقف الغارات الأمريكية على اليمن لأن الرد سيكون على القواعد الأمريكية في دول الخليج هذا هو بنك الأهداف الجديد إذن أصبحت أمريكا بين حدين جديدين أن لعبة مساري حرب ومفاوضات مستمران لن تمر وأن الإشعال سوف يعني وخصوصا في رفاح أخذ المنطقة إلى الانفجار الكبير هنا أعتقد أن بلينكين الذي كان يدير المفاوضات بخلفية مفهوم مسار تفاوض بارد لا يصل إلى نتيجة ومسار حرب فاترة لا تصل إلى انفجار سحب بلينكين وسحب النص النص الأصلي الذي وافقت عليه إسرائيل وعرض على حماس ورفضته وضعت عليه ملاحظات طبعا تصرفت بذكاء وبحنكة وممرونة قالت لدينا ملاحظات لن نعلن رفضا لصيغة لكن كان واضح شو بيقول الناس أنا برأيي هذا هو المفتاح والقفل في قضية التفاوض أنه في اليوم السادس عشر للمرحلة الأولى تبدأ المفاوضات على شروط التهديئة المستدامة وبالتالي المراحل تكمل تنفيذا وصلنا ما وصلنا والله أعلم ممكن تنتهي المراحل الثلاث ونحن لم نصل بعد الاتفاق لأن التصور الإسرائيلي للتهديئة المستدامة اسمه ترحيل قادة حماس اسمه سحب السلاح اسمه إدارة بديلة في غزة إلى آخره وتصور حماس للتهديئة المستدامة معلن ومعروف هنا أعتقد أن التعديل الذي جاء به برنز وأنا أرى أن المصريين والقطريين ساعدوا في المجسات التي تقول إلى أي حد يمكن أن تقبل حماس يعني ساعدوا برنز في تخيل موقف حماس لوضع صياغة يستطيع برنز أن يقول على أساسها لإدارته إذا رفضت حماس أن الحرب قدر لا مفر منه ويبدو الجماعة مخدين خيار يعني محور المقاومة وإيران مبد المفاوضات وإذا قبلت حماس مأدور على إسرائيل لا أعتقد أن الإسرائيلي وافق على الصيغة التي وافقت عليها حماس برأي الصيغة التي وافق ومش صحيح أن حماس طرعت ملاحظات هذا غير صحيح هنا في حدث مهم حصل الصيغة التي خرجت لنا والتي نشرت هذه الصيغة جاءت بعد زيارة وفد المخابرات المصرية إلى تل أبيب وصياغة هذه الورقة هناك هذه الأولى يعني الإسرائيليين مشاركين في الصياغة الصيغة الأولى نعم التي قرأناها جميعا هي الصيغة الأولى للاتفاق التي خرجت بعد زيارة لواء عباس كامل إلى تل أبيب والقدس وعاد بها وقالت حماس رأيها فيها وكل قوى المقاومة لعمل لك عنها المفاوضات على التهديئة المستدامة الذي تغير الآن هو أنه في الصيغة الجديدة المرحلة الأولى تنتهي صيغة جديدة أم تعديلات على الصيغة التي تم مفصلي وجوهري وليس شكي جوهري نعم عندما تقول لا يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية إلا بعد إعلان التهديئة المستدامة أي إنهاء الحرب بصورة نهائية هذا هو مطلب المقاومة الأساسي وتقول أن الانسحاب الشامل الذي لم يكن محددا له أجل وفك الحصار الذي لم يكن مذكورا بالمطلق في الصيغة الأولى أن هذان في نهاية المرحلة الثانية ينفذان لتبدأ المرحلة الثالثة وفيها آلية إعادة الإعمار التي يجب بدراساتها في المرحلة الأولى ثم بآلياتها وتجهيزاتها وصندوق تمويلها هذا كله في المرحلة الثانية ثم في المرحلة الثالثة تبدأ نحن صرنا أنا رأيي إدام اتفاق آخر إدام اتفاق مش متل ما بدها المقاومة بالمطلق أستاذ ناصر أو ما تسرب حتى هذه اللحظة وأنا أخذ رأيك فيه أن الصيغة التي وضعت في القاهرة نقلت إلى حماس حماس قالت نريد توضيحات حول هذا المصطلح وهذا المصطلح وهذا المصطلح ومنها مصطلح لدوء المستدام الولايات المتحدة بدلا من تغيير المصطلحات قالت نحن الضامنون أن يكون معنا الوقف المستدام هو وقف الحرب نعم الذي حدث هذا صحيح وقبلت حماس الضمانة نعم هذا صحيح لكن الأهم من هذا لأنه برأيي هو الأهم أنه كان هناك نص على مفاوضات حول التهديئة المستدامة قالت حماس سؤالا أريد جواب عليهما ماذا لو لم نتوصل مع نهاية المرحلة الأولى إلى اتفاق ومع نهاية المرحلة الثانية إلى اتفاق ومع نهاية المرحلة الثالثة إلى اتفاق ما الذي يحدث؟ استمرار الحارب فإذا لم نتوصل في الأولى يعني ما من نفذ الثانية معنا مانع إذا كانت الصيغة المقترحة تضمر أنه في حال انتهت المرحلة الأولى ولم يتم التوصل لاتفاق لا يلزم الاتفاق حماس بتنفيذ المرحلة الثانية فحماس لا تمانع طالما أن هناك نص على تفاوض على إنهاء الحرب باعتباره هدفا الأمريكي يريد تنفيذ المراحل الثلاثة هل يستطيع الأمريكي أن يقول لحماس ننفذ المراحل الثلاثة وعندما لا نصل إلى اتفاق نعود للحرب يعني المطلوب من حماس أن تهدي الأسرة وبعدها نعود للحرب هنا دخلت المفاوضات الحقيقية التي كان منطقيا وطبيعيا إذا أردت أن تأخذ المعادلة التي طرحتها المقامة بكل مرونة جاهزون للتجزئة جاهزون للأخذ لكن لا إنهاء لكامل ملف الأسرة إلا بإنهاء كامل للحرب طيب هنا أستاذ ناصر أتوجه لسيد سكوت ريتر مساء الخير لدي مجموعة من الأسئلة ربما توصلنا في نهاية المطاف إلى استنتاجات وأرجو أن تجيب عليها سيد ريتر اتباعا أولا بتقديرك سيد ريتر ردت فعل نتنياهو بعد موافقة حماس مباشرة على الورقة ورقة الاتفاق باقتحام معبر رفح ومحور صلاح الدين محور فلاديلفيا هل كانت ردة فعل انفعالية أم خطط لها نتنياهو سابقا أعتقد أنه خطط لهذه النقطة إسرائيل طالما شددت على أهمية هزيمة حماس على المستوى العسكري وأيضا إزالة حماس من السلطة السياسية في غزة وأن القبول بوقف إطلاق النار بشكل شامل للنواة مستدام هذا يعني أن إسرائيل توافق على تواجد حماس على المستوى السياسي في غزة بعد الحرب وأيضا أن إسرائيل توافق على امتلاك حماس القدرة العسكرية في السيناريو الذي يلي الحرب وهذا أمر يخالف السياسة الإسرائيلية لذلك فهي قامت بإذن احتلال أو السيطرة على هذه المناطق محور فلاديلفيا ومعبر رفح وهذا يعد انتهاكا لإتفاق كام ديفيد وهذا يعد أيضا حركة دبلوماسية خطيرة جدا لا يمكنها أن تحصل من دون استشارة ما بين الحكومة الإسرائيلية على المستوى الداخلي وأيضا على المستوى الخارجي فذلك يعني أن نتنياهو كان قد خطط لهذه النقطة وتناقش مع حكومته معها إذن سيد سكوتريتر وصلنا إلى النقطة الأولى وهي أن الاقتحام لرفح مخطط له التوقيت بتقديرك سيد سكوتريتر كان متعمد أن يكون بعد موافقة حركة حماس على الاتفاق هل كان هذا متعمدا 100% أن توقيت هذه الحركة أيضا كان مرتبطا بشكل مباشر بما حصل في المفاوضات وهذه العقبة التي وضعت أمام المصار التفاوض بطبيعة الحال إسرائيل لم تكن تريد أن توافق على هذا المصار على هذا الاتفاق ولكن أردت أن تظهر نفسها بمظهر المشارك في هذا المصار والمهتم فيه والمشارك به بشكل إيجابيلي ذلك قامت بهذه الحملة مباشرة بعد قرار حماس ولدينا خطة معدة سابقا السؤال الثالث سيد سكوتريتر هل عملية رفح عملية محدودة ستكون فقط للسيطرة على المعبر أم أنها تعني هجوما شاملا على مدينة رفح كلها لدى الإسرائيليين هدف استراتيجي وهو التالي هم يريدون أخراج الفلسطينيين من غزة وهذا هو جزء لا يتجزأ من المساعي التي حاولوا التوصل إليها خلال العمليات العسكرية المتعددة من الشمال إلى الجنوب هم يريدون أخراج الفلسطينيين من غزة إلى خارجها هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي يحاولون الوصول إليه وإسرائيل لن تتوقف في مساعيها وهي لا تنوي على الأقل التوقف قبل الوصول إلى هذا الهدف الهدف الاستراتيجي هذا معروف سيد سكوتريتر الحكومة الإسرائيلية لا يريدون أي فلسطيني في كل فلسطين حتى في أراضي 48 داخل الخط الأخضر لكن العملية في رفح النواية لها محدودة أم ستكمل باتجاه مدينة رفح بشكل كامل ما هو تقديرك؟ أعتقد أن هذا يعتمد على ما سوف تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل قد واجهت الولايات المتحدة الأمريكية ببدء هذه الخطوة بشكل مبكر وبصورة مبكرة من دون إذن التفكير بما سوف يحصل باتفاقي كامب ديفيد وكما تعلمون الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بالتغاضي عن هذا الانتهاك إذن اتفاق كامب ديفيد أيضا الأمر يتعلق بما سوف تقوم به مصر مصر بطبيعة الحال لتعتبر أن ما حصل على هذا المعبر يعد خطا أحمر ولكن حتى الساعة هي لم تقم بأي خطوة إسرائيل الآن تقوم باختبار الأجواء التي قد دخلتها تنتظر ردد فعل الأمريكيين وأيضا المصريين وما سوف يحصل في المستقبل مرتبط بشكل مباشر بما حصل في هذه الفترة إذن ما حصل إلى هذه النقطة يعد ضوء أخطر لإسرائيل والعملية بدأت ويتوجب علينا أن ننتظر ردد فعل مصر الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ولحتى هذه اللحظة يمكننا اعتبار أن الجميع لا يزالون أو كل الأطراف المعنية لا تزال إذن غير فعالة أو غير لا تمتلك أي ردة فعل حيال هذه العملية ولكن عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف حيال ما يحصل أو عندما تطلب من إسرائيل أن تتوقف فأن إسرائيل لا تمتلك أي خيار سوى بالقبول بهذا المطلب طيب بقي عندي استفسارين سيد سكوت ريتر قبل أن أذهب لمناقشة استنتاجات هذه الأسئلة معك ومع ضيفنا الأستاذ ناصر لماذا عندما قال نتنياهو أن هذه معركة رفح للقضاء على حماس والاستكمال النصر سارعت الإدارة الأمريكية للقول لا لا هذه عملية محدودة وقد أبلغون بأنها محدودة وليست هي عملية اقتحام رفح لماذا قامت الإدارة الأمريكية بتوضيح ذلك بسرعة أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يتوجب عليها في هذه اللحظة أن تعتمد نوعا من أنواع الخطاب غير الواضح لأنه إذا ما أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بمعرفتها بكل ما يحصل فهذا يعني أنها ليست فقط تقبل بكل ما تقوم به إسرائيل لنما أيضا هي متواطئة ومشاركة البلاد المتحدة الأمريكية تحاول أن تحتوي هذه المسألة بشكل احترازي ولكن كما تعلمون أن إسرائيل تمتلك أهدافا موسعة على مستوى تلك المنطقة لذلك فالموضوع الآن هو مرتبط بما سوف تقوم به البلاد المتحدة الأمريكية وهي بطبع الحال تحاول دائما تأطير الأمور بشكل سياسي الاستفسار الأخير في هذه المداخلة سيد سكوتريتر قصة الشركة الأمريكية الأمنية التي سوف تستلم إدارة رفح لماذا ظهرت هذه القصة مباشرة بعد ساعات من تحرك الجيش الإسرائيلي للسيطرة على رفح وما كنا نسمع بها سابقا أعتقد أن الهدف الرئيسي والأساسي للبلاد المتحدة الأمريكية إسرائيل وأيضا المصريين هو أخراج المواطنين الفلسطينيين من غزة هم لن يعترفوا بذلك على إذن العلن أو أمام الأضواء لسيما الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ما يحصل الآن هو استغلال معبر رفح لاستخدامه كمعبر لخروج الفلسطينيين من الصعب جدا بطبيعة الحال أن تنشر الولايات المتحدة الأمريكية جنودها على أرض الواقع فبالتالي هي استعانت بشركة خاصة وبالتعاقد مع هذه الشركة الخاصة ويمكنها أن تتعامل مع الموقف وتفتح فرصا لنفسها ولإسرائيل لاستخدام معبر رفح لإخراج ألف فلسطينيين من غزة طيب ساب ناصر بناء على هذه السلسلة من الأسئلة التي طرحت على السيد سكوتريتر ألا نصل إلى استنتاج واضح بأن الدخول إلى رفح جاء بعملية مبيتة وبتوقيت محدد وباتفاقات تمت مع الإدارة الأمريكية وربما مع الجانب المصري وبعد موافقة حماس على الاتفاق أي أن المعبر سيكون خارج الاتفاق وإذا أرادت حماس إدخاله في الاتفاق عليه العودة إلى المفاوضات مرة أخرى وبالتالي سنعود إلى المربع الأول يعني نحن لسنا أمام ردة فعل عنيفة لنتنياهو بعد أن وافقت حماس لتخريب الاتفاق نحن أمام عملية جرت تخطيط لها ووضعها في الأدراج وعندما حان وقتها أخرجت طبعا أنا مو هذا الاستنتاج الممكن الوصول نعم أنا بحييه لسيد سكوتريتر لأنه نحن من اللي منتابعه يعني الفيديوهات المسجلة له مقدرة بمستواها العلمي والقراءة أو متابعة بشكل كبير في العالم العربي تتضمنها بحييه لكن هذا لا يحول دون الاختلاف في الرأي أنا رأيي أنه الزمن الذي تمسك فيها أمريكا وإسرائيل بزمام المبادرة الاستراتيجي في المنطقة انتهى ورأيي أنه الأمريكيين أدركوا ذلك فالحديث عن أن مخطط تهجير الفلسطينيين لا زالت له قوائم يمشي عليها برأيي في مبالغة يعني موازين القوى لم تعد تسمح بمثل هذا التفكير حتى معاندة المقاومة في موضوع محاولة تغيير الواقع الذي كان قبل 7 أكتوبر على المعبر بإحلال شركة أمريكية أو غير شركة أمريكية بتغيير قواعد بس يخلقوا أمر واقع يا أستاذ ناصر هذا يعني عدم نهاية اليوم مثلا حول موضوع التهجير أعطيك مثال لبنان مخيمات لبنان كان فيها 500 ألف فلسطيني يمكن في منتصف العام 85-84 400 ألف أو 500 ألف فلسطيني من المفترض في العام 2024 يكونوا مليون ونص أنا عمريكي موازين القوى أين تتغيرها؟ يعني بمعنى أنه عملية التهجير تجري سواء بمعركة أو غير معركة لا أستاذ كمان عندما نتحدث عن موازين قوى من 84 و85 للألفين إسرائيل سيدة الموقف في المنطقة وبالتالي وأوروبا فاتحة للفلسطينيين والفلسطيني يائس لا أمل وعندما لاحف الأفقي أمل عبر انتفاضة الحجارة أجهد باتفاق أوسلو لا ما أريد قوله أستاذ ماصر أستاذ ماصر التهجير ليس دوما بالمدفع يخلق ظروف جاءت مؤسسة البرحوث الفلسطينية السياسية المسحية بالتعاون مع إيدنهاور الألمانية وأجرت استطلاع رأيي في غزة بـ 26 آذار الماضي بعد مرور 6 شهور على بدء الحرب إذا هدم الجدار أمامك نحو سيناء ورأيت الناس يدخلون إلى سيناء ماذا ستفعل؟ 77% أفضل الموت بقذائف الدبابات ولن أخرج وهذا أنا رأيي اللي خلى أنه في قراءة لموازين القوى وقراءة للرأي العامل بالأمس كان فيه أكيد سيد ريتر تابعها على لجنة الشؤون الأمن في الكونغرس يسألون رئيسة المخابرات الوطنية أنه الرئيس بايدن قال بده يجيب لاجئين من غزة إلى الولايات المتحدة هل تعتقدين أن هذا يتناسب مع قواعد الأمن في الولايات المتحدة أم يشكل إخلال؟ الجواب أنه استطلاعات الرأي تقول أنه 90% نحن آخر استطلاع بالرأي عندنا 67% يؤيدون حماس يبدو في شيء تاني ما منعرفه أن 90% من سكان غزة يؤيدون حماس وبالتالي يجب أن تكون هناك ضوابط خاصة إذا قرر الرئيس استقبال لاجئين من أجل عملية ضمان الأمن الوطني الداخلي رأيي الذي جرى في هذه الشهور السبعة ليس عاديا لا يمكن المرور عليه وإبقاء الحديث عن خطة أمريكية إسرائيلية قائمة وقدرة تنفيذ حتى موضوع اللسان البحري أو الميناء العائم أنا رأيي تحوم حوله كثير من الأسئلة إذا فيه اتفاق وبدو يمشي الاتفاق من سيتعايش معه؟ حتى لو حماس قررت من باب الأدب السياسي والدبلوماسية ألا تتعاطى معه تجي جهة مثل لجان الدفاع الشعبي قوات صلاح الدين المقاومة الشعبية هذا بكلف صاروخ 107 بكلف استشهادي مثل اللي ضرب بمطار بيروت سنة 83 يعني أمريكا تعرف المنطقة تعرف أن القوى التي لديها واجهات علنية قد لا تقدم لكنها تشكل حاضنة صالحة لنمو قوى أكثر راديكالية واستعداد للقتال اسمح لي أستاذ ناصر أعرض هذا التقرير لزميلة جراسيا بيطار في يقدم قراءة للزاوية الأمريكية وما يتدوله الإعلام الإسرائيلي عن موضوع الشركة الأمنية الأمريكية التي ستتولى المعبرة نتابع التقرير قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو بعده طموحات الاحتلال هي نفسها إسرائيل هنا محترفة في الاعتداءات لا تخطئ في تصعيد الإجرام التطرف لعبتها المفضلة وإن اختلفت حكومتها حول وتيرته من يتخبط في الواقع هي واشنطن الواقفة اليوم عند معبر رفح أعلنت سابقا رسم خطوط أمام بنيمين نتنياهو لونتها بالأحمر موحية أنها لا توافق على أي هجوم بري على رفح من دون خطة مدنية لكن اللون بهت وبهت معه الموقف الأمريكي حد التلون نفاقا وهي الإدارة الأمريكية قلقة من الخطوة الإسرائيلية ولكنها في الوقت عينه تسرب لإعلامها عبر مسؤولين فيها أن ما يحدث في رفح ليس ما كنا نقلق بشأنه وهو لم يرق إلى مستوى الغزو البري الكبير الذي كان قد حذر منه البيت الأبيض وفي سياق الازدواجية عينها ها هي صحيفة هاراتس الإسرائيلية تكشف عن خطة لتسليم السيطرة على معبر رفح إلى شركة أمنية أمريكية خاصة بعد أن يستكمل جيش الاحتلال العملية هناك كما تقول وهو ما أكدت فصائل المقاومة أنه شكل من أشكال الاحتلال وسوف تتعامل مع إفرازاته على هذا الأساس فهل نحن أمام حسابات انتخابية أمريكية وتسليف نتنياهو مشروع إنجاز لم يتحقق أصلا في باقي مناطق القطاع وأي تصور لرفح يحضر في اجتماعات مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي حط في تل أبيب بعد القاهرة وماذا في توقيت إعلان البنتاجون أن الجيش الأمريكي أنجز بناء الميناء العائم قبالة غزة بانتظار نقله على نحو آمن إلى موقعه المحدد وعطفا على كل ما سلف ماذا في أبعاد هذا الانخراط الأمريكي الذي بات أكثر وضوحا في العدوان ثمت أقلام فلسطينية تقول في رفح إنها الصندوق الأسود الذي سيفاجئ العدو من حيث لا يحتسب الصندوق الذي سيسقط رهانات الاحتلال وداعينيه تماما كما أسقط الحراك الطالبي في العالم القناعة عن وجه أنظمة تبين أنها بعيدة كل البعد عن شعوبها سيد سكوت ريتر أو كذلك سيد داصر دقائق لدينا في هذا الملف قبل أن ننتقل إلى جبهة جنوب لبنان سيد سكوت ريتر هذه ما عرضناه في التقرير هي حقائق الميدان والسياسة وقائعها وقائع الميدان والسياسة ما الذي سوف يحدث؟ ماذا تتوقع أن يحدث في الأيام المقبلة؟ أعتقد أنه إذا ما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على معبر رفح عبر هذه الشركة التي تنوي تعاقد معها سوف تواجهون قوامة شريسة من قبل حماس وأنا أؤكد على ذلك هناك جنود أمريكيين ومتعقدين أمريكيين سوف يقتلون جراء هذه العمليات التي سوف تطرأ وأعتقد أن هذا أمر يقلق الأمريكيين هذا أمر أو هذا وضع ليس بالمستقر وأنا أوافق مع مقاله ضيفك الكريم حيال هذه المسألة ربما هم يحاولون أخراج الفلسطينيين من غزة وهناك خطة موضوعة ولكن تطبيق هذه الخطة مستحيل إلى حد كبير وسوف يحاول الأمريكيين لعب دور على هذا المستوى وأن هؤلاء الذين سوف يلعبون هذا الدور سوف يكونون موضع الاستهداف وأن التاريخ قد شهد على ما يحصل الأمريكيين الذين يتدخلون في هذه الصراعات على الجنود الأمريكيين الذين يكونون في هذه المواقف والذين يجبرون فيما بعد على الانسحاب أيضا فيما يتعلق بهذا المرفأ العائم وهذا الرصيف العائم هذا ليس فقط إهانة لشعب غزة الذي يعاني منذ بداية هذه الحرب هو أيضا أمر سخيف أو للأسف غير ذي جد لأنه بطبيعة الحال إذا ما أرادوا إدخال المساعدات الإنسانية كانوا يمكنهم فعل ذلك عبر معبر رفح وسوف يكون هذا المرفأ إذن مستهدف من قبل المقاومة وسوف يتم إزالته من الموقف لكن ألا ترى سيد سكوت ريتر أننا أمام محاولة لحصار غزة بعد الاتفاق يعني أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركة أمنية على المعابر القوات الإسرائيلية في محور فلادلفيا الممتد من المتوسط إلى معبر كرم أبو سالم مع الحدود المصرية والحدود مع سيناء والقوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية في البحر عبر الميناء وبذلك يتم السيطرة على المساعدات وعلى إدخالها وعلى من يدخل وعلى من يخرج أي أنه بشكل غير مباشر يجري التقويض سلطة حماس داخل قطاع غزة نعم لا شك أنه أو أن هذه هي النية ولكن هذه الخطة سوف يصعب تنفيذها البلاد المتحدة الأمريكية ليست إذن بطبيعة حال معتادة على العمليات العسكرية في غزة وأن السيطرة على معبر رفح ليس بالأمر الذي تم التخطيط له من قبل الأمريكيين طبعا ليس بالأمر الذي تم التخطيط له فيما سبق وليس بالأمر المعتاد بالنسبة للأمريكيين ولن يكون هناك جنود أمريكيين على معبر رفح إنما متعاقدين أمريكيين وسوف يواجهون مقاومة شرسة وسوف يحصل عنف شديد هناك وبعض الأمريكيين قد يقتلون وقد يجرحون هذا الأمر خطير جدا هذه ليست حرب تعني وتخص الأمريكيين واليوم أن الأمريكيين ينزلون إلى الشوارع في سبيل مناهضة هذا الأمر لأنه بالنسبة لهم هم الآن أبعد ما يكون عن القبول بمقتل وجرح العناصر الأمريكيين في مناطق بعيدة حول العالم سأتحول الآن مباشرة إلى جبهة لبنان مشاهدين لنرى على هذه الجبهة ماذا يجري هذه الجبهة التي تزداد سخونة تزداد جبهة الإسناد اللبنانية سخونة فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مهاجمة 12 موقعا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان أبرزها الهاجمات المركبة من لبنان عبر الأسلحة الصاروخية والمسيرات في اتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل الغربي والجليل الأعلى استادفت المقاومة موقعا مالكي الإسرائيلي بالأسلحة مضادة للدروح حققت فيه إصابات قاتلة باعتراف جيش العدو كذلك دمرت تجهيزاته التجسسية وكان لافتا اليوم سدف سلسلة مستوطناتين في كل قطاعات الجبهة وتحديدا مباني يستخدمها جنود الاحتلال ردا على اعتداءات الاحتلال الوحشية بما يعمق المعادلة التي تمسكت بها المقاومة منذ أكثر من سبعة أشهر بأن المفتاح لأي تهدئة على الحدود مع لبنان ينطلق من وقف لإطلاق النار في غزة فقد استهدف المقاومون مبانية يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرات أفيفيم وحنيتة والمنارة وشلومي والامطلة وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قتلى ومصابين في مستوطنة أفيفيم وعن قيام الطائرات المروحية بإخلاء المصابين وبمقتل جندي احتياط في جيش الاحتلال في مستوطنة المنارة كذلك تمكنت المقاومة من تدمير إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي جرى تثبيتها أخيرا في موقع العاصي بمحلقة هجومية انقضاضية درون وبحسب البيانات الصادرة اليوم عن الإعلام الحربي فإن المقاومين استهدفوا موقع السماقة في تلالك فرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية مع إصابتها إصابة مباشرة إضافة إلى مقر قيادة الفرقة الحادية والتسعين في ثقنة بارانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل أصابه مباشرة بعد وقت قصير من زيارة وزير الأمن وفقرانت لقاعدة بارانيت في الجليل الغربي بحسب الإعلام الإسرائيلي وشنت المقاومة هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مقر اللواء الغربي المستحدث في يعرى إعلام الاحتلال نقله عن قادة المستوطنين في الشمال قولهم أن هذه الحرب أعدتهم ثلاثين سنة إلى الوراء وأن الوضع في الجليل يثبت أن نظرية إسرائيل الأمنية انهارت وقالت وسائل أعلام إسرائيلية أن الدفاع الجوية على الحدود مع لبنان ليس لديه القدرة الكاملة على مواجهة الطائرات غير المأهولة الانتحارية التي ترسل من مدى قصير وعلى ارتفاع منخفض أستاذ ناصر مباشرة إليك هذه وقاع الميدان اليوم 11 عملية على جبهة الجنوب وأولا أسباب هذا التصعيد تزامن مع موضوع الوصول إلى هدنة واتفاق في غزة هل هل الأمرين مرتبطة؟ نعم أنا برأيي الجبهة اللبنانية مع فلسطين المحتلة مرت بثلاث مراحل في المرحلة الأولى كانت المقاومة تشتغل على مهمة هي إيصال رسالة إسنادية معنوية لغزة لستم وحدكم هذا الذي قيل وترجم عمليا تجميد جزء من القوة الإسرائيلية وهذا تم تحقيقه في البداية كان حوالي فرقتين الآن أربع فرق مجمدة مقابل جبهة مع جنوب لبنان والبعد الثالث هو استهداف نقاط الاستعلام الأمامية لتأمين حماية المجموعات التي تقوم بالمشاغلة أو بالاشتباك المرحلة الثانية كانت وظيفتها خلق معضلة لكيان الاحتلال ضاغطة لا يستطيع حلها دون وقف الجبهة وهو مستعد أن يفاوض وأن يقاتل وأن يهدد بالحرب من أجل حلها هي قضية المهجرين من مستوطني الشمال الذين بلغوا حسب أدنى التقديرات مئة ألف وحسب أعلاها ربع مليون والقول للمفاوضين سواء هوكشتين أو الفرنسي أو سواه أنه لا حل دون وقف الحرب في غزة فإذن تقديم ورقة قوة للمفاوض الفلسطيني وخلق رسائل لقيادة العسكرية لجيش الاحتلال تقول أن التفكير بتوسيع نطاق الحرب على لبنان من أجل حل هذه المعضلة سيؤدي إلى المزيد من الخسائر من خلال الرسائل النارية الذكية المدروسة باستهداف مواقع في منتصف العمق مثل ميرون مثل صفض مثل ثكنات الجليل القبة الحديدية وسواها نعم هذه المرحلة الثالثة التي دخلناها خلال يومين أو ثلاثة أيام أعتقد أن من يتابع الذي يجري على جبهة جنوب لبنان في تطورين مهمين فيها طبعا الإسرائيلي هو اللي يهدد بحرب لكن المقامة نجحت في أن تبني أداء عسكري وتموضع عسكري لا يجعل الإسرائيلي قادر على امتلاك خطة لتكون عملياته الحربية في خدمة قرار الحرب إذا اتخذه بينما تبدو المقامة واضحة في اليومين الأخيرين أنها تشتغل على ما يمهد لها القدرة على اتخاذ قرار الحرب إذا اتخذته فأنا أمامي يعني مرئيا مشهدين المشهد الأول لم تبقي المقامة تحصينا في مزارع شبعة صالحا للاستخدام كلما بني تحصين تم تدميره نحن كل يوم نسمع صواريخ على السماقة وصواريخ على رئيسات العالم يعني أربع خمس مواقع في مزارع شبعة هي كل يوم أهداف فتضرب يمين شمال عشر أماكن وآخر شيء بتملح بهول الهدفين وهذا الإسرائيلي يعرف معناه أن جعل مزارع شبعة وتلال كفرشوبة أرضا محروقة يعني في أي لحظة تصل الأمور إلى لحظة الحاجة للعبور ستكون هذه ممهدة الأمر الثاني اللي مبين اليوم ومبارح هو استهداف التجمعات الجنود والضباط في البيوت التي احتلها الجيش داخل المستوطنات الأمامية واللي هي نقاط خط الدفاع الأول البديل اللي استعاد فيه جيش الاحتلال عن خط الملاسق للشريط الشائك رجع لورى 200 متر و500 متر وأعد في منازل داخل المستوطنات اليوم 12 عملية منهم 8 عمليات هي على منازل يسكنها جنود وضباط داخل المستوطنات إذن أنا أعتقد أن المقامة توصل رسالة هي أن أعتقد هذا أن اللعبة بجغرافيا المنطقة عسكريا بالتفكير بمعركة رفح قد يفتح الباب لمعركة مزارع شبعة لمعركة القرى السبع لمعركة ما لا نستطيع توقعها لكن ضعوا في حسابكم هذا مثل ما اليمني أوصل رسالته حول أن البحر المتوسط سوف يشتعل مثل ما العراقي أوصل رسالته حول أن موانئ الاحتلال على المتوسط وديمونة وتل أبيب ومحطات توليد الكهرباء وسواها ستكون أهدافا مثل ما المقامة البحرانية أعلنت عن وجودها لتقول أن الأسطول اللي بد يضرب صواريخ على إيلات أم الرشراش ربلو يضرب على الأسطول الخامس داخل البحرين فأنا أعتقد أن هذه الرسائل طبعا الأمريكي قرأها جيدا لكن هذه الرسائل مرتبطة بأن موافقة حماس على هذا الاتفاق يجب أن تكون نهاية الحر طيب هنا أنتقل للسيد سكوت ريتر سيد سكوت ريتر كما قال ضيفي الوسطاء جاءوا إلى هنا الأمريكيين والفرنسيين وقالوا هذه الجبهة كيف ما هي ظروف إيقافها وتحييد لبنان والجبهة اللبنانية ووصلوا إلى قناع أن ذلك غير ممكن حتى يتوقف القتال في غزة لكن السؤال هو الآن سيد ريتر هل مجرد توقف النار في غزة ستتوقف النار في لبنان وإذا توقفت النار توقف إطلاق النار على حدود لبنان هل هذا يعني أوتوماتيكياً أن حزب الله سيعود لـ 17-01 وسيعود لانتشار مقاتليه مجدداً أم سنتحدث عن مرحلة مفاوضات لأثمان سياسية حتى لو لم يكن إطلاق النار موجوداً أنا أوافق على ما قاله ضيفكم الكريم حيالة بداية العمليات العسكرية التي إذن نظمها حزب الله على الحدود في الفترة البداية من هذه الحرب بلا سيما أن هدف هذه العمليات كان دعم حركة حماس وأيضاً رسال رسالة للفلسطينيين ولكن أن هذا الصراع قد توسع بشكل كمير وأصبح له إذن أبعاد سياسية خاصة وأعتقد أنه إضافة إلى تقديم ورقة ضغط لحماس أن حزب الله يحاول أيضاً أن يصل إلى أهدافه بعيدة المدى وهي التركيز على مزارع شبع لا أعتقد أن حزب الله يركز في موارده التي يهدر على هذه الحرب فقط لكي ينسحب ويعود إلى ما كان عليه الحال قبل بدايتها أعتقد أن حزب الله يستمر بطبيعة الحال في مشغلة إسرائيل إلى حين الضغط عليها في سبيل انسحابها من مزارع شبع هذا هدف استراتيجي بعيد الأمد وهو تاريخي من نسبة لحزب الله وأن كل هذه الموارد التي أهدرها حزب الله واستخدمها حزب الله هي تهدف إلى الوصول إلى هذه النقطة طيب هل سيد سكوت ريتر هل الإدارة الأمريكية إدارة بايدن هي من منع قادة إسرائيل من تنفيذ تهديدهم بحرب شاملة على لبنان أم أن إسرائيل كانت هي بذاتها غير قادرة على فعل ذلك أعتقد أن إسرائيل تعي جيدا أن توسيع الحرب باتجاه لبنان بشكل شامل فأن الضغط العسكري الذي سوف تواجهه من قبل حزب الله سوف يكون غير مقبول وأن إسرائيل غير قادرة على مواجهة ضغط مماثل إذا ما اضطرت بطبيعة الحال إسرائيل إلى مواجهة حزب الله بشكل مباشر فأنها سوف تجبر على جر إيران لجر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أيضا بطبيعة الحال قد تحدث ضيفكم الكريم حول الردع الذي قامت إيران بتحقيقه ولكن أن هذا الردع وضع إطارا للصراع الحاصل في لبنان لأنه بطبيعة الحال اليوم نحن نواجه التالي هناك يد عليا إسرائيل لا يمكنها أن توسع هذه الحرب لأنها تخاف ردة فعل إيران تخاف تدخل إيران وتخاف أيضا أن تقوم إيران بالرد إذن هناك حدود اضطرت إسرائيل إلى وضعها لأنها لا تريد جر إيران إلى حرب في لبنان إذا ما توسعت في هذه الحرب لأنها كما تعلمون وكما أثبتت إيران هي قادرة على أستهداف إسرائيل بشكل استراتيجي وبشكل مؤلم هذا الوضع في لبنان كما قلنا قد بطبيعة الحال يؤدي إلى تصعيد كبير في عمليات العنف ولكن أن هذا العنف لن يتوسع ليصل إلى حد المواجهة بين إيران وأسرائيل لأن إسرائيل لا تريد الوصول إلى هذه النقطة إسرائيل لا يمكنها أن تفوز حربا واسعة النطاق مع حسب الله وإسرائيل تعي هذه النقطة بشكل واضح وشديد إذا بطبيعة الحال إسرائيل تركز على عملياتها في غزة وأيضا في الضفاء الغربية عبدا عن لبنان طيب أستاذ ناصر قنديل لنتصور أنه تم اوقف اطلاق النار الآن في غزة وتوقف اطلاق النار على جبهة لبنان على اعتبار أن حزب الله قال أنا مرتبط بغزة توقف العدوان على غزة أتوقف هل الإدارة الأمريكية والوسطاء أوتوماتيكيا سيقولوا لحزب الله أوكي أوقفتم النار عودوا للـ 1701 أعيدوا انتشار قواتكم ابتعدوا عن الحدود وانتهى الموضوع ولا في معركة سياسية يجب أن تفتح بعد يعني عنوانها لبنان فقط وليس لبنان ربطا بغزة كلاوس فيتس أبو الحرب أبو نظريات الحرب له جملة جميلة جدا يقول تشبه الحرب لعبة الشطرانج في كل شيء إلا في شيء واحد أن الجولة الثانية في الشطرانج تبدأ بإعادة رصف الحجارة كما كانت في الجولة الأولى لكن في الحرب تبدأ بالحجارة من حيث انتهت الجولة الأولى الآن الكلام السياسي قطع مرحلة في خلال الحرب الحديث عن السعي لتفاهم على الحدود يعيد النقاط المختلف عليها 13 نقطة الغجر الشق اللبناني منها مزارع شبع المحتلة على الأقل كعناوين طرحت على الطاولة حتى لو لم يأخذ حزب الله بمبدأ الاستعداد للتفاوض حولها اثنين الرسالة الأخيرة التي جاء بها سي جورني الوزير الفرنسي إلى لبنان يقول عن لسان نتنياهو لم نعر نطلب انسحاب حزب الله لا سبع ولا عشر ولا وراء الليطاني يكفي التهديئة للتهديئة فقط أوقفوا الحرب أنا أعتقد القضية الأساسية التي تضغط في هذا الموضوع هي مصير المستوطنين الذين لن يعودوا إذا لم يكن هناك اتفاق مطمئن للعودة هذا الاتفاق المطمئن للعودة يستدعي تفاوض مع حزب الله وبالتالي لذلك بعد وقف النار بعد وقف النار حزب الله سيوقف لكن أنا رأيي أن الإسرائيلي سيكون مجبرا بعد وقف النار ليضمن عودة المستوطنين أن يدخل بمفاوضات هذه المفاوضات تؤدي إلى صيغة غير مباشرة طبعا تؤدي إلى صيغة يقدمها للمستوطنين بصفتها صيغة مطمئنة لكن يجب أن يدفع ثمنها والثمن كما قال سمحت السيد وهون هذا جزء مما جرى يعني مما أسميناه العودة إلى الحجارة مستحيلة نبدأ من حيث انتهينا كلام سمحت السيد عن بركات غزة بركات الدول والشعوب والحركات التي قاتلت لأجر غزة بركات غزة عليهم هي مكاسب وطنية عظيمة منها مكاسب وطنية لبنانية لبعض اللبنانيين لا يفقهون معناها وقيمتها وأميتها لكن المقامة مؤتمنة وهي ضنينة ببلدها ولا تطلب شيئا لذاتها في السياسة بل تطلب للبنان ولذلك الثمن يجب أن يؤدى للبنان بحل الملفات العالقة فيما بقي من نقاط وأراضي لبنانية تحت سيطرة الاحتلال وبرأيي بدون هذا ما فيه اتفاق يعني ما فيه عودة موضوع الإعمار أيضا أستاذ ناصر من سيعمر للناس بيوتها في الجنوب مش لازم يكون ضمن الأثمان التي تتحدث عندما نصل إلى هذه النقطة قطعا هذا جزء قطعا لكن أنا أعتقد المقامة استباقا خالد أنها هي مستعدة لأن تتحمل هذه التكلفة وهذا العبء حتى تطمئن بيئتها وناسها بأنهم ليسوا معلقين في الهواء لكن عندما ندخل للمفاوضات بالتأكيد أن إعادة الإعمار هي جزء وأنا أعتقد أنه أصلا وقف الحرب في المنطقة ككل سيرافقه حديث عن صندوق دولي إقليمي لعملية إعادة الإعمار ولبناء استقرار له فرص لذلك أنا رأيي أنه حتى الاتفاق حول غزة هو مدخل يعني هو ليس نهاية المسارات هو مجرد إعلان الفشل العسكري الأمريكي الإسرائيلي والاحتكام لمعادلة خلينا معلش يمكن يكون الكلام مبين شوي كبير هذه المنطقة إلى من سنة 79 يعني منذ كامب ديفيد وهي في حالة تجاذب بين خيار ضعيف كانت تمثله المقاومة وخيار طاغي وسائد اسمه 99% من أوراق المنطقة وفلسطين تحديدا بيد أمريكا وخيار التفاوض هو الذي يأتي بنتيجة وبعد 45 سنة الآن السؤال علم فلسطين بيد من الآن من هي القوى الفاعلة في المنطقة الآن أين هي الدول العظمى في المنطقة خلال سبعة شهور لمعها مال وعندها جيوش وعندها إمكانات الذي يدير المنطقة الآن ثلاثة حركات سياسية في أصغر وأضعف وأفقر دول اليمن ولبنان وغزة المحاصرين المجوعين المنقسمين الحروب التي تستهدفهم وين البائي هؤلاء هم غدوا المنطقة أعجب هذا أم لم يعجب طيب نقطة أخيرة بس أستاذ ناصر أنه انتهى الوقت مع وقف النار أنا لذلك أقول إعمار اليمن جزء وقف النار في الجنوب سيفجر ملفات داخلية لبنانية بالمقارنة مع الذي جرى عام 2006 الظروف الآن أفضل بكثير والآن نحن نتحدث رغم كل الكلام السياسي شفنا لقاء معراب كيف قاطعته القوى التي دعيت إليه لأجل أن يكون نوعا من بلوك سياسي في وجه المقاومة عام 2006 كانت الحكومة ضد المقاومة علنا وبخطار سياسي واضح كانت القوى الأساسية في الطوائف الأخرى ضد المقاومة يعني الظروف الآن اختلفت الظروف مؤاتية مريحة فيها تعدد اللبناني الطبيعي تعدد الصالونات اللبنانية لكن الذي لا يتحول إلى مواجهة في الشارع أو مواجهة على مستوى المؤسسات السياسية أشكرك جزيل شكر سيد ناصر القندير رئيس تحيص صحيفة البناء اللبنانية لحضورك هنا في الستوديو سيد سكوت ريتر الكاتب والضبط السابق في سراح المارينز من نيويورك أيضا شكرا جزيلا لك وتحية لسيد سكوت ريتر شكرا مشاهدين المسائية انتهت إلى اللقاء شكرا